اشتركوا في القناة واكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان مملكة البحرين تحتفل بالاعياد الوطنية هذا العام بالتزامن مع انطلاق اعمال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الخامس والذي تفضل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بافتتاحه الامر الذي يشكل ترجمة حقيقية للنهج الاصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للمشاركة السياسية ويؤكد الثوابت الديمقراطية والوطنية الراسخة التي اختطها المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى والتي تجلت في ابهى صورها بالمشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الاخيرة والتي مثلت علامة حضارية مضيئة تضاف لمسيرة العمل الوطني مضيفا سموه ان جميع ابناء البحرين يتطلعون للاعياد الوطنية يجدد من خلالها الولاء للوطن الغالي ولمليكه مؤكدا ان هذه المناسبة تشكل موقفا لابراز المنجزات الحضارية التي تحققت للمملكة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى بفضل الرؤى الثاقبة لجلالته والدعية الى الارتقاء بمختلف اركان مسيرة التنمية في المملكة وتعزيز مكانة البحرين على الساحة الدولية واضاف سموه بان الاعياد الوطنية تأتي في هذه الايام المتألقة من مسيرة البحرين الوطنية الواعدة والحافلة بالانجازات بفضل من الله تعالى ثم بجهد جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو والي العهد والتفاف شعب البحرين حولها والجهد الوطني المشترك الامر الذي سهم في تحقيق الانجازات وتعزيز المكتسبات حتى باتت المملكة تعيش ازهى ايامها في مسيرة التنمية المستدامة في مختلف المجالات واضحت مقصدا لمختلف دروب التنمية